كوكب الأرض لكن قبل البدء ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الاشعارات ليصلكم كل جديد أثبتت أبحاث العلماء أن مساحة ثقب الأوزون قد تقلصت كثيراً بحوالي أربع مليون كيلو متر وذلك بعد إجراء مقارنة بين مساحة الثقب عام 2002 و2015 ولا يزال هذا الثقب في تقلص مستمر ووفق لتلك الأبحاث وصل العالم إلى تلك النتيجة المذهلة بفضل بروتوكول مونتريال الذي تم عقده عام 1987 والذي ينص على منع استخدام المواد الكيميائية التي تستنفد ثقب الأوزون حيث قد شك العلماء منذ سنوات عدة إن هذا هو سبب الثقب بالأساس لكن بفضل تقدم العلم استطاعوا بالنهاية التخلص من تلك المشكلة التاسع أقل درجة الحرارة تم تسجيلها في التاريخ 90 درجة تحت الصفر كانت أقل درجة حرارة تم تسجيلها على كوكب الأرض وكان ذلك في الحادي والعشرين من يوليو عام 1983 بالقطب الجنوبي بمحطة بوستوكا الروسية ورغم ذلك يعتقد العلماء أن درجة الحرارة كانت أقل بكثير من هذا لكن بوسط القارة المتجمدة لكن الظروف المناخية تمنع الدخول إلى تلك المنطقة فلا يستطيع الإنسان العيش أكثر من ست ساعات في مثل هذا الطقس حتى ولو كان في حركة مستمرة الثامن سرعة فصل الربيع يدور فصل الربيع حول كوكب الأرض بسرعة خمسين كيلومتر في اليوم تقريبا وتوصل العلماء إلى تلك النتيجة بعد مراقبة وقت تفتح الزهور بشكل فردي بعد تركيز على وقت تفتيح الزهور في أماكن أخرى وقد لاحظوا أنه بعد نهاية الموسم البارد تبدأ الزهور بالتفتح في غضون 24 ساعة في أرض تبتعد بمسافة خمسين كيلومتر عن زهور أخرى إن قضى وقت تفتحها السابع جبل تيانشان يعد ارتفاع ضغط الدم من أكبر المشاكل التي تواجهنا عند الصعود إلى الجبال ذات ارتفاع شهق لكن يوجد بعض الأماكن الجبلية على كوكب الأرض التي لا تسبب ارتفاعا في ضغط الدم كالجبل تيانشان الذي يعد نعيما لمن يعاني من ارتفاعا في ضغط الدم فالسكان المحليون بتلك المنطقة ينخفض ضغط دمهم قليلا عن متوسط معدل ضغط الدم لسكان المرتفعات الأخرى السادس سطح جزيرة كيمولوس مكون من الصابون يبلغ مساحة جزيرة كيمولوس الجبلية اليونانية 37 كم مربع وتتميز تلك الجزيرة بشيء مثير للغاية فعندما تمطر بتلك الجزيرة يتحول سطح الجزيرة بأكماله إلى رغوة صابون ويرجع ذلك إلى احتواء التربة على سيليكات الألومنيوم الذي كان يستخدمه سكان المحليون بتلك الجزيرة كصابون منذ مئة السنين الخامس الصفاح التكتونية تحمي الأرض يعتبر كوكب الأرض هو الكوكب الوحيد المعروف الذي يمتلك صفائح تكتونية ويبلغ عددها سبعة صفائح وتتواجد أسفل القشرة الأرضية وتتحرك في اتجاهات مختلفة بسرعة عشر سنتيمترات في العام الواحد وبفضل هذا النظام التكتوني تستمر دورة الكربون على سطح الأرض الذي يعد عنصرا هاما لبقاء الكائنات الحية على قيد الحية الرابع نهر جوفي أسفل نهر الأمازون حمزة هو نهر افتراضي حيث لم يتم الإعلان عن وجوده بالفعل بشكل رسمي فيقال أنه يجري بشكل موازن أسفل نهر الأمازون بعمق أربعمائة متر أسفل الأرض ويبلغ طوله ستة ألاف كيلومتر ويتحرك بسرعة بطيئة فيتقدم بضعة أمتار قليل فقط في العام الواحد فهو أخل سرعة من الأنهار الجليدية وتصب مياهه في أعماق المحيط الأطلسية الثالثة القارة العملاقة ستعود من جديد كانت كل قارات العالم مجتمعة في قارة واحدة عملاقة تسمى بانجيا وذلك منذ ثلاثمائة مليون سنة وقد انقسمت تلك القارة الضخمة إلى قارتين وذلك خلال العصر الجوراسية وقد انفصل هتان القارتان بمرور الوقت ليشكلنا القارات المتواجدة حاليا ووفقا للعلماء ستتوحد القارات مرة أخرى بعد مائتين وخمسين مليون سنة وستسمى قارة بانجيا الجديدة الثانية اختفاء الجليد بالقارة المتجمدة أظهرت الأبحاث التي تم إجراؤها في الخمسة وعشرون عاما الماضي أن حوالي ثلاثة تريليون طن من الجليد بالقارة القطبية قد اختفى بسبب الذوبان حيث قد انفصل من ساحل الارسن الجليدي عام الفين وسبعة عشر فقط أكبر كتلة تلجي عرفها التاريخ ويبلغ وزن تلك الكتلة مليون طن ويبلغ مساحة سطحها نصف مساحة جزيرة جامايكا وقد بدأت تلك الكتلة بالتصدع منذ عشرين سنة وبداية من عام الفين واربعة عشر ازدادت عملية الانفصال عن الساحل الأول الجزء المضلل الذي يغطي الأرض تم تصوير تلك الظاهرة الفريدة بواسطة أحد الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة ناسا وفي خلال هذا الفيديو نستطيع أن نرى ظلالا ضخما يغطي جزء كبير من الأرض ويتحرك منحرفا من الشمال إلى اليمين تم تسجيل هذا الفيديو في التاسع من مارس خلال الكسوف الشمسية من على بعد ثلاثين ألف كيلو متر مربع من كوكب الأرض ويعتقد أن تلك الظاهرة ستتجدد مرة أخرى في ربيع عام الفين واربع وثلاثين إذا أعجبك الفيديو وقد أدهشتك واحدة من تلك الحقاقة فأخبرنا بها بالتعليقات شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم